السؤال اللي حيتعرض قدام حضراتكم دلوقتي ده مش وجرد سؤال دي كارسة بكل المقييس وبتتكرر كتير وكتير جدا بيسألوا فيها تعالوا كده اقروا معايا السؤال ده دكتور السيد أنا عايزة أقولك إن بقيت بكره إخواتي الشباب بسبب أبويا كل حاجة بيدها لإخواتي ومعتبرني مش موجودة ينزل يشتري لهم ويحبهم أكتر مني ويدحك معاهم ويهزر ويخرج لكن أنا كإن حيوانة في البيت ماليش لازمة غير إن أطبخ واغسل أنا حاسة إن عايزة أموت بسببهم حسبي الله ونعمل وكيف تابعوا أنا بشكركم جميعا للتفاعل وبشكر كل إنسان دعم المحتوى عشان يوصل للآخرين وبدعوكم كلكم دلوقتي للانتساب للقناة عن طريق ضغط الزر الموجود بجوار اسم القناة عشان نشارك مع بعض في تطوير المحتوى وإنه يستمر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس شرف طول السلام عليكم ورحمة الله والله الواحد لما بيشوف الرسائل دي بيحزن بجد بأدول الأولاد اللي ربنا بيقول عنهم المال والبنون زينة الحياة الدنيا إزاي أب زي ده وصل بنته للدرجة دي والمشكلة اللي مش ده بيحصل في البنات بس ده أحيانا كمان بيحصل بين الشباب وبعضه الأب يفضل واحد على واحد أو واحد على واحد أو واحد على واحدة وبالطريقة دي تكون النفسية إزاي أولادنا يبقى زينة الحياة الدنيا بالنفسية المريضة دي وبالصحة الضيعة دي وبالكيان اللي موجود دلوقت المتهالك بالشكل ده اللي ممكن يترمي في أحضان أي حد يقول لهم كلمة كويسة أو يوريهم شيء جميل بسبب حضرتك أنت أيها الأب الظالم أيوة الظالم لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معلمناش كده ولا قال لنا الكلام ده بالعكس ده النبي أمرنا بالعدل في كل حاجة لدرجة أنك تعدل بين أولادك حتى في طريقة الجلوس أيوة والله في طريقة الجلوس يا عم الحاج تخيل كده لما رجل قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ابنه الصغير فالرجل خد ابنه وقبله وأجلسه على فخذه أعادوا على رجليه ثم جاءت بنته الأخرى فقبلها الرجل ثم أجلسها بين رجليه على الأرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهما أنتم أعد واحد على رجليكم أعد البنت على الأرض ليه ألا سويت بينهما اجلسها على فخذك الأخرى تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بإيه هتقول لي ده أمر بسيط هقول لك ما الأمر البسيط اللي اتا شايفه بسيط ده مع الوقت لما بيكبر بيكبر بيكوم في نفسية الأولاد حقد وحسد وغل وكراهية وإن أبونا بيفضل بعضنا على بعض بل حتى العدل بين الأولاد مطلوب أن يكون حتى في الدحك والهزار واللعب أيوة والله كده عشان تطلع أولادك نفسيتهم كويسة ما توصلش للدرجة اللي موجودة في السؤال أنا كرهت إخواتي بسبب أبويا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ومعه الحسن والحسين أولاد سيدنا علي رضي الله عنه تخيل كده النبي عمل إيه يحمل الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيصر تخيل النبي بيثوب أولاده أحفاده إزاي يحمل هذا على عاتق والآخر على الأخرى فلما يقال للنبي إنك لتحبهما فيقول صلى الله عليه وسلم نعم من أحباهما فقد أحباني ومن أبغضهما فقد أبغضني بل أيها الأب العدل بين أولادك يوصلك إنك تبقى من أهل الجنة وربنا يعتق رأبتك من النار فلا تدخل النار أبدا بسبب إنك تعدل بين أولادك عشان صحتهم النفسية تبقى كويسة عشان يحبوا بعض من صغرهم فيطلعوا كرجل واحد وكياد واحدة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أتتها امرأة يوما وهذه المرأة كمعها بنتين صغيرين وكانت المرأة أتت للسيدة عائشة نفسها تاخد صدقة عشان تأكل أولادها فأعطتها السيدة عائشة ثلاث طمرات فقسمت الطمرات على أولادها أعطت لكل بنت منهما طمرة وهي أخر الطمرة عشان تكلها ولسه بتحطاها في فمها فوجدت إن البنتين ينظران إليها فأخذت الطمرة وقسمتها نصفين وأعطت كل بنت منهما نصف شوف العدالة العدالة والعدل وصل والمسواة وصلت لطمرة إنها تقسمها بمبناتها مدتش واحدة فيهم أكتر من التانية فالسيدة عائشة بتخزن الموقف لما رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكت له الله حصل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتق بها من النار يعني يا إما ربنا أوجب لها الجنة بسبب الفعل البسيط ده أو إن ربنا أعتقها من النار بسبب الفعل البسيط ده وإنت جاي تكره أولادك في بعض وإنت جاي تقطع الرحم اللي بينهم وإنت جاي تزرع الضغينة والكراهية والحقد من أولادك من صغرهم بسبب إنك بتفضل البنين على البنات أو بتفضل ولد على ولد أو بنت على ولد ياه للدرجة دي إنت حابب إنك تبقى ظالم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير بن سعد وكان قد أعطى ولده النعمان بعض العطايا إداله أرد أرض زيادة أو فدان زيادة أو جاب له لبسه ما جابش الإخواته وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العطاء النبي سأله سؤال هل لك ولد غير هذا؟ قال له نعم يا رسول الله قال له هل أعطيت كل ولدك مثل ما أعطيت بشير؟ فقال لا يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور لا أشهد على ظلم لا أشهد على الاعتداء لا أشهد على عدم عدل ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع في الهبة ارجع في الهبة دي وما تنفزهاش وما تقبلهاش وما تكملش فيها وأمره بالعدل بين الأولاد وقال اعدلوا بين أولادكم ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم انت ما عدلت بين أولادك عدل في الحب عدل في الظاهر عدل في العطاء عدل في الجلسة عدل في الضحكة والهزار عشان أولادك يطلعوا في النهاية يدعو لك بدل انت أيها الأب ما حتموت وتدفن في الطراب وحيبقى عندك بنت بدل ما تقول يا رب اغفر لابويا حتدع عليك وتقول يا رب انتئم منه بدل ما تدعي لإخوتها وتلجأ ليهم حتدع عليهم وتفر منهم وتهرب منهم ويبقى السبب في كل ده هو حضرتك ويفضل كتاب سيئاتك شغال ليوم الدين قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود وخاصة إنك جاي على بنت اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ربنا يهديكم أيها الآباء والأمهات ربنا يهديكم أيها الأولاد ربنا يهدي بيوتنا ويجمعها ويملأها بالألفة والمواد والرحمة ويبعد عننا الحقد والضغينة اللهم أمين والسلامة أنا بشكركم جميعا للتفاعل وبشكر كل إنسان دعم المحتوى عشان يوصل للآخرين وبدعوكم كلكم دلوقتي للانتساب للقناة عن طريق ضغط الزر اللي موجود بجوار اسم القناة عشان نشارك مع بعض في تطوير المحتوى وإنه يستمر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس شرفتوه شرفتوه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة